لا توجد أي مظهر من المظاهر المسلحة داخل سنجار لن نسمح لا لحزب العمال الكردستاني ولا لغيره بأن يتواجد مع القوات الأمنية وهذا اتفاق ملتزمين به قوات الجيش منتشرة في سنجار ولا مظاهر مسلحة في القضاء هكذا يقول تحسين الخفاج المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة في محاولة للإحاية أن الحكومة تفرض سيطرتها الأمنية على مناطق العراق كلها ولكن الوقائع على الأرض تقول غير ذلك وفقا لمصادر محلية أكدت أن ميليشيات الحجد وحزب العمال الكردستاني ما زالوا منتشرين في سنجار رافضين الخروج وفقا لاتفاق بغداد وأربي الذي بات مجرد حبر على ورقة على الرغم من مضي خمسة أشهر على توقيع وفدي سلطتين بنودة وهو ما يعرض العراق لكارثة جديدة بحسب تقرير لمعهد المجلس الأطلسي للدراسات تقرير المعهد الأمريكي عد قضاء سنجار أحد أكثر المناطق سخونة وحساسية لكونه يتشارك بحدوده مع محافظة الحسكة في سوريا ومنطقة سيلوبي في تركيا وأضاف التقرير أنه من الناحية الاستراتيجية فإن سنجار عانت وما زالت من وجود بعض الميليشيات مستشيدا بتصريح لأحد قيادي الحزب الديموقراطي الكردستاني الذي أكد فيه أن قوى خارجية تريد أن تكون مدينة سنجار جزءا من هلال إيران الشيعي واستنادا إلى شيخ شامو مستشار حكومة كردستان العراق ليشون اليزيدية فإن نحو خمسة عشر ألفا من ميليشي الحجد منتشرون في سنجار وفق تخادم مضوح مع حزب العمال الكردستاني الذي يسيطر على مواقع عسكرية في جبل سنجار وحذر التقرير من افتقار الحكومة في بغداد للسلطة الكافية لإخراج مسلحي حزب العمال الكردستاني بسلام من سنجار فضلا عن أن رفض الحجد الخروج من المنطقة سيدفع المنطقة نحو دائرة توترات التي لا تكاد مناطق العراقي من أقصاه إلى أقصاه تخلو منها